توزعت مقاعد مجلس النواب الفرنسي على ثلاث قطع الكبيرة ما بتملك أي وحدة منها الأغلبية فشو السيناريوات المطروحة قدام ماكرون اليوم لتشكيل الحكومة؟ واحد حكومة أقلية ممكن يعطي ماكرون أهم التشكيل الحكومة للجبهة اليسارية بصفتها الكتلة الأكبر بالبرلمان حتى لو ما بتملك أغلبية برلمانية وممكن يكون رفض ماكرون لاستعالة حكومة جابريال أتال تمهيد للإبقاء على الحكومة الحالية باعتبارها بتمثل تاني أكبر كتلة بالبرلمان خيار حكومة الأقلية وارد وجربوا ماكرون من قبل بس بيظل خيار مهدد بحجب السقة بحالة كتلة المعارضة ضده وبقاء أتال بالحكم بيفتح باب الاحتجاجات الشعبية على أساس أنه هيد الحكومة ما بتعبر عن أصوات الفرنسيين بعد الانتخابات اثنان حكومة تكنوكرات ممكن يشكل ماكرون حكومة اختصاصيين من دون لون سياسي لإدارة الملفات الأساسية وأولى الموازن العامي اللي رح تكون أول الاستحاقات السياسية بالخريف الجاية بهالحالة رح تشتغل حكومة التكنوكرات متل حكومة الأقلية على القطعة لتمرق قانون من هون أو هونيك وبيقدر ماكرون يتدخل وقت بده ويستخدم صلاحيته الرئاسية ليفرد تمرير لقوينين من دون موافقة البرلمان من خلال المدة 49-3 يلي استخدمها 23 مرة بآخر سنتين لأنه ما كان عنده أغلبية نيابية دعم إله تلاتة تحالف حكومة رسم ماكرون خط أحمر مش رح يشكل حكومة مع يلي بيعتبرهم متطرفين باليسار وباليمين بس ممكن يشكل تحالف من حزبه الوسطة وأحزابه كتل من اليمين واليسار إذا نجح بشق الجبهة اليسارية واستمالة بعض أحزابه Vive la France